لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل أتمن أقبل بعقل وديرد بعقل ودهنكر بعقل يبقى الدين يبقى أول عوبة بين عقل المساعد عزائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة هتكون عنوان الله يتكلم ولا يتكلم النهاردة هنناقش كلام الله بحسب اعتقاد ابن حجر وزي ما عودناكم دايما ان احنا بنستشهد بكلام ابن حجر من خلال كتابه نفسه هنروح لأول كتاب هو صحيح البخاري تاب التوحيد بيبقى لالله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يقول لنا كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النور ابن حجر بيقول قالت المعتزلة المعتزلة لا يكون الكلام إلا بحرفه صوت والكلام منسوب إلى الله قائم بالشجرة وقالت الأشاعر كلام الله ليس بحرفه ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي وأثبتت الحنابلة وإحنا طبعا أول ما بنشوف كلمة حنابلة بنبقى عارفين على طول أن دول أهل السنة وأثبتت الحنابلة إن الله متكلم بحرفه صوت ابن حجر بيسمي أهل السنة حنابلة وزي ما شوفنا قبل كده زي ما شوفنا دلوقتي إنه هو بينقل عقيدة الفرق الإسلامية في كلام الله وحسب ما نقلوا ابن حجر إن المعتزلة والحنابلة اللي هم أهل السنة يعني أثبتوا الصوت لله وإن الأشاعر أنقاروا إن الله بيتكلم بحرفه صوت هنشوف ابن حجر مع مين فيهم أول حاجة هنبدأ بالمناجعة في ساحل بخير كتاب الصلاة أبواب الصلاة القبلة باب حق البزاق بريد من المسجد عن أنس ابن مالك أن النبي رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقام في حق بيده فقال إن أحدكم إسقام في صلاته فإنه يناجي ربه أو أن ربه يناجي فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة أول أهم حتة النهاردة يناجي ربه دي بس هكمل بقى الحديث يقولوا أن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزق أن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه وعلى بعضه فقال أو يفعل هكذا وأنا بغض النظر عن الحديث لأن فيه مشاكل كتير ممكن تاخد حلقة لوحدية لكن أنا بتكلم النهاردة عن المناجية وهنا بيقولوا المراد بالمناجية من قبل العبد حقيقة النجوة ومن قبل الرب لازم وأنا حتة لازم دي لازم نفهمها عشان هتعدي معنا كتير جدا يعني العين لازم لها الرؤية اللي مثلا الأذن لازم لها السماء وهكذا طيب النجوة لازم يبقى لازم لها إيه الكلام فطبعا ابن حجر بيقول ومن قبل الرب لازم فذلك فيكون مجاز والمعنى قباله عليه بالرحمة والرضوان يبقى ابن حجر بصراحة كده بيقول بأن الله بيتكلم مجازا لأن زي ما قلت لكم النجوة تقتضي الكلام وهو بينفي الكلام وبيثبته مجاز وطبعا دي دعوة بطلة وهيأكد لنا عليها الشيخ ابن بس دلوقتي دعوة المجاز في المناجية من الله بطلة وهو من ادعاء المجاز في نصوص الصفات التي هي في باب تعطلها يبقى ابن حجر في كلام الله بيقول الله بيتكلم مجاز يعني إيه إن الله اللي يتكلم مجاز يعني الله مش بيتكلم حقيقة والشيخ البراق بيقول ونفي حقيقة المناجية هو مسهب من ينفي الكلام عن الله تعالى هو مسهب من الجهمية والمعتزلة يبقى ابن حجر إيه جاهمي معتزلي ابن حجر بيأكد عقدتي في أكثر من موضوع وهنروح دلوقتي السحي البخاري كتاب التوحيد بيبقى ولله تعالى ويحذركم الله نفسه عن أبي هريرة قال النبي يقول الله تعالى أنا عند زن عبدي بي وأنا زن عبدي بي وأنا معه وإذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسه وإن ذكرني في الملأ ذكرته في ملأ خير منهم وطبعا هنا ابن حجر بيقول فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه أي أن إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرا زكرته بالسواب والرحمة سرا وبعد كده بيقول وقال ابن أبي جامرة يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى فاسكروني أسكركم معناه اسكروني بالتعظيم أسكركم بالإنعام وطبعا هنا احنا بنلاحظ كلام ابن حجر إنه ده بيقول إيه إنه لا مش بيقول بس بالمجاز لأ ده كمان بيأول كلام الله والتقويل يعني ابن حجر بينفي الكلام بينفي إن الله بيتكلم بكلام حقيقي مش بس كده لا ده بيقول كلام الله مجازي يعني بيأول النص وبيقول كده اسكروني بالتعظيم أسكرهم بالإنعام ويروح الشيخ البراق بيرد عليه ويقول له وبهذا تبين أن تقويل ذكر الله اللي عبده بالرحمة والثواب أو الانعام صار في الكلام عن ظاهره بلا حج وكأن الذي قال ذلك يذهب إلى أن الله تعالى لا يتكلم بكلام حقيقي يسمعه إن شاء لما إن شاء من عباده يعني هنا بنلاحظ إن الشيخ البراق بيقول إن تقويل ابن حجر أنت ملكش حجة أنت بتكلم إزاي الكلام ده أنت ما عندكش حجة عشان تقوله واللي بيروح للكلام ده وبيقول إن الله مش بتكلم بكلام حقيقي ويسمعه إذا شاء لمن شاء طبعا كلام مش صح خلينا بعد كده نروح نشوف مرجع آخر عن المناجاة وإحنا بعد ما تكلمنا بعد ما تكلمنا عن المناجاة هنتكلم في مرجع آخر عن المناداء المناداء يعني من النداء زي كده نادى الله موسى مثلا نادى هنكتشف طبعا مفاجأة خطيرة جدا في صحيح البخار الكتاب التوحيد باب قول الله تعالى لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أزين لهم عن أبي سعيد الخضرية قال النبي يقول الله يا آدم فيقول لباك وساعدك فهي نادي بصوت فإبن حجر يقول ايه فينادي بصوت فإن الله يأمرك ان تخرج من زريتك بعثا إلى النار إلى أن يقول فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدلّ ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك وطبعا بعد ما لاحظنا من كلامنا اللي فات أن ابن حجر كان إما بينفيك كلام أو بيأول لكن المرات دي حتى لو نفع مش هيقدر يأول عشان كده قال إن الله يأمرك دي قارينة إلى آخر كلام وبدأ يقول كلام هيفاجئن نبي الشيخ البراك دلوقتي في تعليقه على ابن حجر فالشيخ البراك بيقول إيه فإن قارينة قول إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك طبعا إلى آخر كلام بيقول خطأ ظاهر فإن دعوة أن المنادي ملك دعوة لا دليل عليها يعني دعوة لا دليل عليها بمعنى إيه يعني الشيخ البراك بيتهم ابن حجر أنه بيجذب وبيتهم ابن حجر كده بالكذب صراحة صراحة كده بيقوله انت كذاب انت جاب الكلام ده من فيه الشيخ البراك بيوضح ان عقدة ابن حجر اصلها باطل وهنشوف هيقول عنه ايه دلوقتي كامل الشيخ البراك ويقول وهذا مبني على اصل باطل هو ان الله تعالى لا يوصف بالنداء لان النداء يدل على صوت وكلام الله ليس بصوت فهي من تحريف الكلام عن مواضعه طيب هل ابن حجر كذب بس ولا عمل حاجة عنها لا طبعا ابن حجر كذب وحرف الكلام عن مواضعه وطبعا يعني حرف السنة ازاي يعني ابن حجر بيحرف السنة ويقول ان الله مش بيتكلم بصوته حرفه ازاي اي مسلم يثق فيه من يحرف كلام الرسول والقرآن كمان لان نادى الله موسى بتكلم بصوته وناخد منه كمان شرح الاهم كتاب بعد القرآن وهو سحي البخاري في القرآن كمان اللي يحرف الكلام عن مواضعه ده بيكون ايه في سورة المائدة 13 بيكون ملعون وبيكون كمان قاسي قلبه ده زيادة كمان على كلام البراق خلينا كمان نشوف الشيخ البراق بيوضح ان عقيدة ابن حجر اصلها باطل وهنشوف هيقول عنها ايه دلوقتي بيقول هذا مبني على اصل باطل هو ان الله تعالى لا يوصف بالنداء لان النداء يدل على الصوت وكلام الله ليس بصوت طيب يعني انت دلوقتي بيقول هذا اصل عقيدة ابن حجر كلام الله ليس بصوت ده اصل عقيدة ابن حجر اي ان الله مش بيتكلم بصوت وامة السلف هنشوفهم هيقولوا ايه وهنروح لأول حد شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاة وابن تيمية قال الشيخ الاسلام ابن تيمية بيقول وليس في الائمة والسلف من قال ان الله لا يتكلم بصوت بل قد ثبت عن غير واحد من السلف والائمة ان الله يتكلم بصوت الى ان يقول بعد كلام كتير قال قال عبدالله ابن احمد قلت الاب ان قوما يقولون ان الله لا يتكلم بصوت قال يا ابني هؤلاء الجهمية انما يدورون على التعطيل وطبعا هنا احنا اللي يقول ان الله لا يتكلم بصوت يعني جهمي دي فهمناها السؤال الجهمي ممكن يكون مسلم برضو يعني لو جهمي شرح صحيح البخاري هل هنقول ده جهمي بس مش مشكلة ده مسلم والتجهم دي بدع بس هناخد منه شرح للبخاري هنتفاجئ طبعا لما نروح لفتاوة ابن تميرة والمروزي عن احمد حديث ابن مسعود قال المروزي سمعت ابا عبدالله وقيل له ان عبدالوهاب قد تكلم وقال من زعمى ان الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الاسلام يعني احنا بنلاحظ ان الله يكلم موسى بصوت يعني من زعمى ان الله لا يتكلم موسى بصوت ده ايه جهمي عدو الله وعدو الاسلام جهمي عدو الله وعدو الاسلام يعني جهمي كافر وخرج من ملة الإسلام لأنه بيكذب القرآن وطبعا ابن حجر بيقول إن الله مش بيتكلم بصوت سواء مع موسى أو غير موسى يعني الله مش بيتكلم بصوت أبدا وده طبعا تكذب القرآن بالكامل وأنا هسيب معاكم السؤال إزاي تاخدوا تفسير أهم كتاب من واحد المفروض بيتهموه إنه هو عدو الإسلام ومكذب القرآن والرسول وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل مع بعض الكلام عن كلام الله وعقيدة ابن حجر وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أنت أرد بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أرد بعقل يبقى الجنة يبقى والعوبة بين حقل المساء